عدنا اليوم مقطع أخبار جديد وبنسل وقت مقدمة جديدة الخبر الأول اللي عدنا عن بيسان اسماعيل وعن الفيديو كليب مالتها الناري الجديد بحث بيسان نزلت بحسبها بالإنستجرام هذا الستوري اللي كانت كاتبة فيه متحمسين البكرة وكان حطها مؤقت بعد 12 ساعة اللي هو رح ينزل فيديو كليب الساعة بالستة اليوم على قناة بيسان اسماعيل فاشتركوا عادها وفعلوا الجرس ومنتظروا الفيديو كليب وطبعا أكيد رح نسوي ردة فعلة لهذه الأغنية فأيضا خليكم جاهزين طبعا أردكم تكتبون حاليا بالكومنتات تتوقعون الأغنية حتى تكون دس أو تتوقعون الأغنية عادية الخبر الثاني عن تهجم أحد اليوتيوبر السعوديا على أنس وأصالة وبسبب مقطعهم الجديد هذا اليوتيوبر هو ميكس 19 اللي عنده أحد أكبر القنوات للانتقاد صراحة أنا أحب محتوى بشكل كبير ولكن آخر مقطع اللي نزل صراحة كان مقطع كثير غلط وفيه كلام كثير غلط صراحة غير أن هو يريد يوصح الفكرة أنو سوو أنس وآصالة شي تافه بدون أي نقطة ورحة وشنو كان الرد على الأشخاص اللي قلوله أنه هم بكيف هم حرين ديسوون الشي يريدو ديستمتعون فالرد الغريب أنه قال أن المختصب اللي ديسوي ديستمتع بيه فأنس وأصالة يهم ديستمتعون بشي ديسويه يعني وين المنطق وين الرابط العجيب بين هذه الفكرة وهاية الفكرة بالنهاية أنس وأصالة سووا للشي ديستمتعون بيه بدون ميئذون أحد وأنه هو منزعج ليش أنس وأصاله مواجهة اليوتيوب العربي وبس والله اللي شاف هذا المقطع يكتب لنا شنو رأيه بيه بالكومنتات إذا يتفقوا إياه أو لا والما شاف يروح يشوفه ولكن بدون ما يتهجم عليه لأنه بالنهاية هو بس مجرد أنت رأيه وأنا حبيت أن أقول لكم الخبر وأنطيكم رأيه بيه الخبر الثالث اللي عدنا صراحة هو خبر مش كثير مهم ولكن حبيت أن أقول لكم يا عن لبرنس محمد رمضان وبيسان إسماعيل طبعا لا تخافوا أنه موكو دراما صارة بيناتهم بسانة معي نزلت بحسابه بالإنستغرام هذا الستوري اللي كانت فيه تغني أغنية محمد رمضان الجديدة طبعا ما راح قدر أحط لكم الصوت لأنه حنظروا بكوبي رايت يعني وبعدها محمد رمضان إخذ هذا الستوري ونشاره بحسابه بالإنستغرام أما الخبر الإضافي الخرافي اللي عدنا هو عن ياسو وعن ريدر بحي تنشروا اللي هو الإعلان الجديد للفيديو كليب فخري يحط لكم يا شوفوا موسيقى وبس والله انها فصلنا هيت المقطعات من المقطعات جاوبكم فلا تسعطوا اللايك واشتراكم بالقناة وكتبوا لي شون رأيكم بالكومنتات وبس والله شعروا كفاية زي ما اخوات مملكة الخصص مع السلامة